اهلا بكم الجديد والى مجموعة من الاخبار الاقتصادية تراجع ترتيب الاردن في تقرير ممارسة الاعمال للعام 2015 في التقرير الذي اصدره البنك الدولي الى المرتبة 117 في حين احتل المرتبة 116 في تقرير العام 2014 وعربيا جاء ترتيب الاردن بالمرتبة 10 اتصدرت الامارات قائمة الدول العربية وبحسب التقرير فقد تراجع ترتيب الاردن في 7 مؤشرات من اصل 10 مؤشرات يرصدوا او نرصدها اتراجع الاردن في ترتيبه او في مؤشر بداية الاعمال الى من مرتبة 2015 من 86 الى 82 في عام 2014 اما مؤشر اصدار ترخيص البناء الى مرتبة 126 في حين كان 125 في 2014 اما مؤشر الحصول على خدمات الكهربائية فاصبح 44 في حين كان 41 الترتيب اما مؤشر تسجيل الملكية فاصبح 107 درجات في حين كان 105 درجات اما مؤشر حماية المستثمرين للأقلية اصبح 154 وكان 143 مرتبة في السابق في عام 2014 اما مؤشر دفع الضرائب في عام 2015 عفوا اصبح 45 في حين كان 42 في عام 2014 اما مؤشر تسوية حالات الاعصار 145 في 2015 كان 144 في 2014 واخيرا مؤشر التجارة عبر الحدود وهو المؤشر الوحيد الذي ارتفع حيث كان 54 في عام 2015 وكان 2014 هو 60 مرتبته وحافظ الارتون على مرتبته في تقرير سورة الاعمال او الاعمال للعاملين عام 2015 2014 في مؤشر الحصول على الاعتمان الذي جاء بالمرتبة 185 ومؤشر انفاذ الوقود الذي جاء في المرتبة 114 تعلن الحكومة غدا الجمعة اسعار بيع المحروقات لشهر تشرين الثاني استنادا لمعدل سعر النفط عالميا لشهر تشرين الاول الحالي واستتوقعات المراقبين بتخفيضها بنسبة قد تصل الى 9% وتظهر تقديرات نقابة اصحاب محطات المحروقات ان معدل سعر النفط عالميا لشهر الحالي يبلغ 88.4 دولار للبرميل انخفض بمقدار 10 دولارات عن توقعاتها للشهر الماضي وبفرق دولار عن رصد وزارة الطاقة وانخفض النفط في الاشهر الاخيرة على نحو المتسارع اكثر من 20% ليصل الى اقل من 86 دولار للبرميل حاليا ومن جهة اخرى اكد محافظ البنك المركز الاردوني زياد الفريز في مؤتمر قمة رويتر الاستثمار في الشرق الاوسط ان الخفاض النفط سيقلل من عجز الميزانية بتحقيق يوفر نحو 800 مليون دينار في فاتورة النفط السنوية البالغة 4 مليارات دينار والتي تشمل 28% من اجمال المستوردات وايضا ستقلل الخسائر من شركة الكهرباء التي تبلغ في المتوسط مليار و 400 مليون سنويا اضافة الى تنشيط عدة قطاعات اقتصادية والى بورصة عمان حيث استقر اداؤها في نهاية جلسة تداول اليوم عند مستوى 2106 نقاط وايضا كان حجم تداول 6 مليون و 600 مليون دينار في حين كان عدد الاسهم 6 مليون و 500 ألف سهم واخيرا كان عدد العقود 3265 عقد اما على المستوى القطاعي فقد انخفض المالي الى 24% اما الصناعة ف 66% وارتفع قطاع الخدمات بـ 6% بالنسبة لحجم تداول جاءت مساهمة القطاع المالي بالمرتبة الاولى وبنسبة 54.4% اما قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بنسبة 26.1% واخيرا قطاع الصناعة فجاء بـ 19% اما الشركات الاكثر ارتفاعا في اسعار اسهمها فهي الاردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة فكانت 7.1% اما التأمين الاسلامية فـ 6.9% وايضا العربية الدولية للفنادق 5.6% وايضا الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات 4.8% واخيرا ميثاق للاستثمارات العقارية 4.6% وفي خبر اخر اكد وزير العمل الدكتور نضال القطمين جاهزية الوزارة لدراسة المعاوقات التي تعترض قطاع المطاعم والحلويات في المملكة نظرا لأهميته للاقتصاد الوطني وأشار خلال اللقاء مع عضاء نقابة أصحاب المطاعم والحلويات أن الوزارة تحرص على تأهيل وتشغيل الأردنيين في كل الميادين وأيضا رفع انتاجيتهم من جهتي قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية رائد حمادة إن نقص العمالة الأردنية أهم المعيقات التي تواجهه القطاع التحاول النقابة استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب من كلا الجنسين للعمل في هذا القطاع وبين أن نسبة العمال الوافدة بالقطاع تبلغ 40% تحقيقاً نحن بنعاني من نقص شديد في العمالة بهذا القطاع طبعاً نتعرف اللي ما بكون فيه نقص بالعمالة هذا بنعكس على جودة المنتج وسلامة المنتج بالإضافة لهذا الحكي من أحد محاور اللي نتحدث فيها اليوم اللي هو محور تشغيل الأردنيين أو تدريب وتشغيل الأردنيين نلاقي طريقة حقيقية فعالة لجذب الشباب والفتيات للعمل في هذا القطاع الهام والحوي هذا القطاع الرافد لخزينة الدولة هذا القطاع الذي يكون على تماس مع كل أنواع السياحة داخل وطننا الحبيب أو مع الأردنيين بحياتهم اليومية